السلام عليكم ورحمة الله صديقي لحل مشكلة ظهور الفقاعة العائمة في ماسنجر مع شرح التثبيت وتسجيل الدخول تابع المشاهدة في البداية نذهب إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي ثم نكتب في نافذة البحث ماسنجر ونختار تطبيق ماسنجر مراسلات نصية ومكالمات فيديو بالمجان بالضغوط عليه ثم تثبيت وننتظر انتهاء عملية التثبيت مع السماح له بالأذنات المناسبة وبعد انتهاء عملية التثبيت نفتح الماسنجر وسوف تقوم هنا بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب سابق أما إذا لم يكن لديك حساب سابق تضغط على خيار إنشاء حساب جديد وتكمل بإدخال المعلومات المناسبة بعد الانتهاء من هذه الخطوة سوف يفتح الماسنجر على نافذة دربشات تقوم بالضغط على صورة الملف أعلى التطبيق فينتقل إلى نافذة أنا تقوم بالبحث عن خيار فقاقيع وتضغط عليه فتصل إلى نافذة فقاعات المحادثات هنا تفعل عرض الإشعارات ثم تغلق الماسنجر ثم تذهب إلى أيقونة الماسنجر تقوم بالضغط المطول عليها صديقي انتبه هنا إلى موضوع الضغط المطول حتى تنبثق نافذة تضغط فيها على معلومات التطبيق بعدها في قائمة معلومات التطبيق تضغط على خيار ذونات أخرى ثم تفعل خيار عرض نافذة منبثقة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الشرح وتستطيع مشاهدة نجاح العملية بانبثاق إحدى رسائل في فقاعة عائمة صديقي لم أبخل عليك في الشرح فلا تبخل علي باللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر